هناك الكثير من الان في اللعنة ويقعنا مرقوبة فريسة ويقوم بتحقيق بها فلنبتنا ومعنا بصراء ومعنا بصراء وشاركة في غزة وعنى ما هي فتكتنا من البعض ومعنا ولكن لأشارة وجدت وَحَانِ سِرِبُوهِكِ عَيْدَا سِباً أُوُجُّكِ سَرِبُوهِكِ قولاً فقيلاً إلا أنه لألهابه بل ريط ورعُ لصباكوء إمانضاني وصيد يارقروا سدّح شباباً للي إلا لاعيسي للي أيان لإيسون شديوه بنكاس ساس على غضا إلهي أولاده ما ننلوه لو رأي عصبوه كهرنا قبلوا لاشي يعروتها لليبا لا يوم. كاد ارباننا يقول لنا. مستعدين. اربان اي وقت. مشروع شهادة في سبيل الله. اقدر تعزيل اخينا اسماعيل هنية ومغشيل رحمة الله عليه. رمضانات كنت قد تكن ايوم. وحنت كان قيام صدح جزء. صدح جزء كانت تكن بال غير سما. هذه في زر المساعدة الأمور و لكن رمضان جدا فأنت أتنعوا الشيء فأنت أعرف إلهي الحرارة و لكننا أعلم أن دواهي أنه إلهي الأفضل أنه سننطل إلهي الأفضل و لكن لم يكن قوية سنطلع نعم الحمد لله عند رمضان وكذلك في أن الحضر يحضر الصباح من أول رمضان في القرآن تقريبه يحضر الصباح يحضر الصباح تقريبه يحضر الصباح يحضر الصباح نحن نزل الصابع لا يستطيع الحضار وكذلك أهل القرآن وحفظ كتاب الله وكذلك في القرآن نحن مميزة حاضر لكتاب الله رمضانك حدثتك لا تريد أن نختم القرآنك ليلة 29 باية سد حدي جوزين وآخرين وطاقنا مرقورة ما فريسا كرسي بحقي سادة الله وحوقي لفر حنوب وغباء لكن مرقورة موسى فريسا وطاقنا وقردها بعض المساعدين يقول لك سبحان الله قرآن كان لدينا شيء جيد قرآن كان لدينا شيء ثقيل الوحي ثقيق لكن إشارة كفى وحان يصريبه صباح يصريبه قولة ثقيق لن يكتبه فقد يصريبه سبحانه فقد يصريبه فقد يصريبه فقد يصريبه إن ربك يسهي تسريعه مريت أذك باقوة من ذلك إذا كنت أقول هذا إن كان على قضاء إلهي أولا ما ننويه إذا أصبع كهرنا قبله لأي شيء عروتها لأي الله وإذا كنت أترى أصوات عزيين مركا ما يجب أن 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 يجب أي وقت مشروع شهادة في سبيل الله وإلك إلهي وحن وغرجين إن الإلهي وبرين إنه يقبله في الشهداء إنه شهدد إلهي مكمد له إنه لي ذلك والقادر عليه هذه أذنى وأبو تعسير إنه يوم الجمعة في قطر وإذا كنت أقول إن شاء الله إنها صنة الجنازة الغائر أتكتكتان إن شاء الله هذا أقل ما يستحقه إخواننا في هذا السبيل في سبيل الله المجاهدين في سبيل الله اللهم حريستان لإن الله اللهم ارحمه وكفر له وأكل من نزله وسع مدخله سله بالماء والثلج والبرد نقيه من الذنوب والمعاصي كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس شكرا للمشاهدين